موعد عيد الأضحى المبارك على البواب إن شاء الله أكيد هو المعروف دائما أنه اللي بيقرر إمتى العيد ظهور الهلال صحيح هل رصدته الهلال؟ هل تم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك القادم؟ صبح الخير سيدة رندا وبشكرك على اهتمامك وبشكر قناة رؤية دائما على اهتمامها فينا وفي إصالة المعلومة المهمة لكل المشاهدين طبعا إحنا كدارة قادة القضاء وتشرفت أني أكون أنا مقرر لجنة لجنة الموقيت والأهلة وهي بتضم طبعا مجموعة من الفلكيين وعلماء الدين وأصحاب القرار سواء بالشرع أو بالفلك في الأردن طبعا إحنا من نرصد هلال كل شهر مش بس هلال رمضان أو شوال أو ذي الحجة عنا تليسكوبات متطورة منطلع نصف هلال في كل شهر منشوفه الهلال ومنتابعه ومنقرر متى بداية كل شهر من ضمن هذه الأشهر طبعا أهم الشهور اللي هي علاقة بعبادتنا اللي هي الصيام والفطر اللي هو العيد الفطر وأيضا ذي الحجة اللي هو بحدد موعد عيد الأضحى المبارك اللي هو على الأبواب إن شاء الله بالإضافة طبعا نصف الهجرية لأنه الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي موقيته للناس والحج فالأهل اللي هي خلقت هي ساعة ساعة المسلمين القمر هو ساعة للبشر من يوم ما الله خلق الإنسان على هذا الكوكب وهو يستعين بساعة إلهية اللي هي القمر ما بتخرب ولا بتأخر ولا بتقدم فهي ساعتنا مهما تطورنا أيضا في العلوم والتكنولوجيا فإحنا زي ما حكيت إنحنا نصد سترند الهلال وكل شهر الآن إحنا على أبواب شهر ذي الحجة اللي هو طبعا شهر الحج أو موسم الحج فإن شاء الله يعني إحنا وفقا للحساب الفلكي والآن الحساب الفلكي أصبح معين مهم للقاضي الشرعي أو صاحب القرار الشرعي في تحديد بداية الشهر سواء الحج أو رمضان ففلكيا من ناحية فلكية إن شاء الله تعالى رح يتولد هلال ذي الحجة لهذا العام 1433 هجريا الساعة 2 دقيقتين مساء بتوقيت عمان بتوقيت الأردن أمتى؟ يوم الأثنين القادم لهو 15 عشرة يوم الأثنين القادم يعني ممكن نرصده بهذا الوقت بالزبط إذن يجب رصد الهلال قبل موعد عيد الأضحى بعشرة أيام اللي هو من أول منذ الحجة بالزبط عشان نقدر نحدد فعليا إنه يوم العيد بس هو فعليا معروف يعني فلكيا عم نحكي وإذا نحكي على التوقيت هي بيكون يوم 26 26 عشرة هذا الشهر 26 عشرة وهذا طبعا إحنا طلع بلاغ رسمي لوسائل الإعلام بهذا الخصوص إنه العيد وفقا يعني بتصريح رسمي يعتبر من دائرة قادر القضاء وهي الجهة المسؤولة طبعا عن تحديد بداية المناسبات الإسلامية إنه إن شاء الله عيد الأضحى أول يوم رح يكون يوم الجمعة وهذه يعني حقيقة يعني يوم جمعة 26 عشرة وهذه حقيقة يعني رح تكون حج يعني مميز للحجاج هذا العام إن شاء الله لا مميز بالإقامة وبالصفر مميز ليش؟ مميز لأنه يوم جمعة لما يكون الحج يوم جمعة أيضا هذا يعني يعتبر أجر عظيم إن شاء الله تعالى إذن يوم وقفة عرفة لأنه ونوصل الناس بالصيام لأنه هذا يوم صيام يوم عظيم طبعا يوم وقفة عرفة غير الحجاج إحنا يعني يوم الخميس 25 عشرة طبعا بداية ذي الحجة لأنه بتهم الناس أحساس إنها هي العاشة الأوائل من ذي الحجة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن والعشر والشفع والوتر فهي العشر أيام في ذي الحجة هاي أهم عشر أيام يعني بالسنة بالعبادات فبداية ذي الحجة رح يكون إن شاء الله يوم الأربعة اللي هو 17 عشرة الأربعة القادم الأربعة القادم رح يكون أول أيام ذي الحجة وفق لحساب الفلكي أها وإنتوا يوم التنين بتكونوا رصدتوا الفلك رصدتوا الهلال عفوان وبعدين خلاص بتم نحن نتواصل دائما مع كل دول الإسلامية وخاصة دول الشقيقة نعطيها المعلامات أولا بأول حتى يعني تكون معين إنهم بتحديد بداية الشهور لأن القرار قرار شرعي القرار قرار يعني يقرر ليش الفلكي هو الفلكي زي ما حكيت هو يحدد متى يرى كيف يرى إلى آخره ويرصده وطبعا القاضي الشرعي هو يقرر بمتى هل كان في يوم الأيام أنه اختلفوا بموعد عيد الأضحى؟ كان يحدث اختلاف سابقا ليه مع أنه يعني هو مرتبط مع الحج وأيام الحج فكيف بده يكون مختلف؟ هو اختلاف ببداية الرؤية سترند بداية الرؤية بداية الرؤية يعني إنه مثلا الناس شافوا وناس ما شافوا وهذه بالنهاية إحنا يعني أمورنا ميسرة إن شاء الله لكن الأفضل إنه نتفق وما في فرق على فكرة بين الفلك والشرع ما في فرق أبدا خطين يعني متوازن سواء الفلك أو العلوم الأخرى مع الدين ما في خلاف الخلاف مننا إحنا إحنا التطبيقنا إحنا للموضوع فقط فالحمد الله إنه إحنا بالسنوات الأخيرة لاحظنا إنه عم بتتفق الفلك مع الدين بشكل ممتاز وفيه تقارب والحمد لله هذا شيء مبشر بالخير صراحة دعينا نحكي هلأ الصورة إحنا عم نشوفها هلأ يعني أستاذ عماد الطواف حول الكابة بعكس عقارب الساعة يمكن كتير ناس بقولوا لك إنه يعني مثل هيك شغلة بتكون ظاهرة غريبة يعني إنه ليش عكس الساعة عكس الساعة هذا الشيء يريد توضح لنا شو المقصود من هذا الشيء اللي بروع عمرة أو بروع حجه بطوف حول الكعب الشريفة يمكن يمكن إحنا ما ننتبه لما نطلع على التلفزيون على البطوف ولكن لما نروح هناك ويشوف حاله بقول لك ليش أنا بطوف بالعكس وهذا الكثير يسألوه خاصة الكبار بالسن وكذا شو الإعجاز فيها يعني ليش هيك بالعكس يعني مش مع عقارب الساعة بعكس عقارب الساعة صحيح يعني 12 واحدة وثنتين هيك تمشي العقارب الطواف لا 12 11 عشرة يعني بعكس عقارب الساعة طبعا الفلكي هو اللي بيعرف طب يعني الفلكي هو اللي بيعرف أعلمنا هو اللي عنده بالزبط هو اللي عنده الجواب يعني بحس مدى روعة هذا الموضوع يعني أنه بنعرف أنه في ديننا ما في إشي عشوائي كل شيء منظم بنعرف أنه من أصغر جرم فينا اللي هو الظرة لأكبر جرم في الكون اللي هو المجرة كلها بتطوف بحركة بحركة عكس عقارب الساعة زي الطواف حول الكعبة تماما الآن الأرض بتدور حول نفسها بعكس عقارب الساعة بتدور حول الشمس كمان بعكس عقارب الساعة القمر أيضا قمرنا بدورها بعكس عقارب الساعة حول نفسه وحول الأرض كمان وكل الكواكب زي الصورة هاي اللي احنا شايفينها هي الآن ظاهرة أظن يا عتلفزون هاي الصورة آآ لا لسه هلأ كانت طارق آآ هاي الصورة زي ما احنا شايفيتنه يعني هو الكواكب كلها اللي بالمجموعة الشمسية زحل والمشتري وعطارد والمريخ كل ياتها بدور حول الشمس بعكس عقارب الساعة وكأنها بدطوف حول الكعب يا سبحانه وكأنها بدطوف يعني إحنا المسلم لما يطوف حول الكعبة المشرفة هو عبارة عن قانون كوني ومألوف في كل أنحاء الكون وأعتقد والله أعلم هو بما معنى التسبيح لكن تسبيح هذه الأجرام هو بتخدر قوانين يعني الله عز وجل خلق ووضع فيها قوانين ونوميس كوني بتحكم هذه الكواكب فبتمشي بهذا الاتجاه لكن أنا بروح بإرادتي يعني ما حدا بدربني بعصاي أروح أطوف حول الكعبة لا أنا بإرادتي بروح بطوف من خلال العقيدة يعني هنا الدين الحقيقي أنه أنا أخضع لله عز وجل بإرادتي وبعقيدتي وبإيماني بالله مش حدا بفرض علي فرض فهنا أعتقد يعني روعة الإيمان وروعة العقيدة كتير حلو طيب يعني كمان نحكي عن كونك فلكي وبتابع الأحداث الفلكية أستاذ عمادي حكينا عن آخر الأحداث اللي ممكن تصير فلكيا في سماء المملكة يعني هو حدث قريب رح يكون إن شاء الله بشهر 11 الجاي 9-11 أو 19-11 عفواً رح يكون في عنا شهوب الأسديات هذه رح نرصدها من نزول وادي فناني البيئي في وادي عربا في جنوب المملكة لأنه بكون الجو هناك صافي ومش ملوث فالشهوب تكون فيه جداً حلوة رح نصور الشهوب فهذه الشهوب رح تكون من أكثر في الزخات بالسنة طبعاً لسه منها برج الشهوب الأسديات إنها بتظهر مجهة برج الأسد في السماء ورح نصورها ونبعث صور من وادي فنان كمنطقة بيئية ومحمية هي طبيعية في الأردن لا وكرة الفضاء في العالم لا المواقع الأكتونية في العالم الحدث المهم جداً والذي يهم الناس كلها ويهم كل الأردن اللي هو السنة القادمة نحن قربنا هنا السنة القادمة شهرين غمضين وفتحين ببداية السنة القادمة ولا بنهاية السنة القادمة لا هو بشهر تمانية السنة الجاي بإذن الله أنا بحكي فيه لأنه كتير مهم كتير مهم هذا حكي يعني جديد جداً قبل أيام قليلة فقط اكتشفوا مذنب جديد جاينا على المجموعة الشمسية وهو أول مرة بزورنا مش يعني المذنب معروف سابقاً جاي من خلال المجموعة الشمسية بايش بتميز هالمذنب؟ بميز إنه كبير وخلينا نحكي المادة فيه طازة يعني ما مرع الشمس قبل هالمرة وتبخرت مادته مادته خام لسه جديدة فعشانيك راح يكون ذيله اللي بتشكل منه ضخم فرح يضوي السماء حتى بنهار يتوقع يعني الآن بناء على الأحدث المعلومات العلمية هل أدو أو يعني ممكن يكون قريب كمان هل يكون قريب جداً ورح يكون طبعاً أنا قريب جداً مش يعني أنه يخوفنا بالعكس نحن ننتظره أحر من الجمهر وحيكون حدث أروع حتى من مذنب هالي المعروف مذنب هالي المعروف اللي كان بالستة وتمانين بالستة وتمانين كان أقرب إلى نقطة ورح يعود إلنا بالالفين واثنين وستين إن شاء الله زادر لنا عايشين إن شاء الله لكن أنا كنت سعيد إني رصدته كنت لسه بالتوجيه بهذاك السنة رصدنا في ودي رام هو كل أديش مذنب هالي كل سبعة وستين سنة ستة وسببين سنة عفوا ما صار إنه يعني بالسنوات الماضية إذا كان عندك كترة في مذنب في مذنب هيلبوب بالتمنية وتسعين بيّن بس ما كان بالمنظر يعني اللي يعني مثيري زي مذنب هالي لكن المذنب الحقيقي اللي رح يكون يثير يعني بعتقد الجيل كله يعني أعتقد الجيل كله هذا اللي إحنا عايشينه كل الناس اللي عايشين الآن ما شافوا المذنب رح يبين بالسنة القادمة إن شاء الله بشهر تمانية بشهر تمانية السنة الجا رح يبدأ يظهر رح يظهر لأخر السنة لكن قمة اللمعان تبعته الظروة رح يكون إن شاء الله بشهر 11 كل الليلة ممكن نرصده كل الليلة رح نشوفه أو بنهار حتى كمان ما كنت أسأل كمان حتى بالعالم العربي كل رح يشوفه لأنه أحسن شيء بشمال خط الاستواء يعني إحنا منطقتنا العربية أرومبا ما رح يتمتعوا فيه لأنه رح يكون فيه لهم شتاء وضباب وهيكي يعني رح يكون الحال الجوية يعني الفاصل لهم فيه مش رح يكون مريح للرازد فإحنا منطقتنا رح تكون حلوة للرازد إن شاء الله ورح نستغله إن شاء الله رح نحضر له اللي نعمله رازد ونشارك العالم في هذا إذن ننتظره السنة الجاي بشهر تماني يعني أول ناس بحكي بالخبر على فكرة ما يعني منه بدر شوية عليه الخبر من ناس على السماء ما قرأناه بوقات الألباء يعني صراحا طب منيح اكسكلوسيف طبعا على حال كمان حابين نعرف منك عن التوقيت الشتوي يعني أستاذ عمادي كان كثير ناس هل عملهم بقولوا لك أنه تأخر توقيت الشتوي ليش يعني معروف أنه بأول شهر عشرة بينبلش نجهز حالنا لتوقيت الشتوي لكن السنة تأخر هل في سبب معين أو لا؟ والله شوفي هو سترندا الصحيح يعني الناس بتدايقوا من تغيير التوقيت بس والله إنه لصالح البلد نحن ننظر لصالحنا ولا اقتصادنا هو اللي صالحنا جدا لصالحنا كثير إنه أنا التوقيت الصيفي مستخدم وإحنا بتعف الأردن دولة غير نفطية والنفط والفاتورة النفطية أصبحت يعني تتعبنا تتعب الميزانية الدولة الأردنية فعشان هيك إحنا نجب ندور على طريقة نوفر فيها مبارح كنت مدس اليوبيل عفكرة عجبتني أسلوب عندهم بيتبعوه إنه مكاتبين للطلاب خلينا نجرب نطفل الضو ساعة كل يوم حلو إحنا نوفرها حالنا صحيح فتصوري إحنا كطاقة عندنا كهربية خاصة مع القطاع الغاز وإن شاء الله برجع وكذا يعني في عنا مشكلة فإحنا لما نستخدم التوقيت الصيفي منوفرها حالنا ملايين الدنانير خلال السنة الوحدة طب ليش ما يصير إنه نفكر بإنه نلغي التوقيت الشتوي ونطلع التوقيت الصيفي يمكن بيسوينا مشكلة كمان إذا إحنا كمان لأنه على هوى الشمس إذا إحنا استخدمنا توقيت الشتوي خلال الصيف عفوا من تقديم الصيفي خلال الشتاء يصير الولاد يروحوا على المدرسة والدنيا يعني الفجر بصير الدنيا لسه عتمة لا ممكن إنه نأخر ساعة لا أعرف هذه والله اقتراح يعني فكرة سريك لش ما تقترحها على المسؤولين اقتراح في مكانه يعني هاينا منحكي على رؤية اللي هي مشاهدة إن شاء الله من كل المسؤولين مش غلط يعني إحنا لازم نفكر بالطريقة كيف نوفر يعني أنا وظف حكومي بيكون دنيا عتمي مرات بطفيها الضو ما بضوي لأنه بحس إنه أنا أوفر ضوء شوفي قدش لو كل واحد وفر ساعة من الأردنيين بالطاقة الكهربائية شوف قدش يوفر على الفاتورة النفطية ولازم لواحد يشعر إنه الميزانية الدولة زي ميزانيته هو يعني أنا لما بيجي نفاتورة الكهربة كبيرة نفس الشيء بيجي عددولة يعني زمي الواحد لازم يكون إيش من ناحية إسلامية أيضا يعني إحنا من ناحية إسلامية لما أنا أشوف المي فاتحة سواء عند دار جاري أو صاحبي أو يعني أنه أنا مش دافع حقها لازم أسكرها إذا أنا شايفها ملاج داعي بالشغل من أن نسكر المي ما يعني هاي الغيرة الوطنية بالضبط لازم يكون عندنا هذا الشعور إنه شعور إيماني من ناحية الأولى وأيضا شعور وطني أيضا من ناحية الثانية أستاذ عمال مجاهدي حالنا نشكرك لأنه بالفعل يعني أنت دائما تكون معنا بس بدي أما نطيناك على السؤال بس ثواني إنه توقيت صفي متوقع يعني إحنا سمعنا إنه يستخدم بالعيد بعيد آه موضوع توقيت الشتوي إن شاء الله لأنه بتعرف الناس يكونوا معطلين على هذا الأساس إنهم يتعودوا على التوقيت شوي يعني إذن متوقع لسه مش متوقع إحنا إسمعنا يعني إنه خلال فترة العيد يصير في التغيير الشتوي إن شاء الله توقيت الشتوي توقيت الشتوي على أي حال إحنا بنشكرك أستاذ عمال مجاهد أهلا وسهلا فيك معنا دائما كل عام أنت بخير وأهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا أهلا وسهلا